أعظم توفيق يناله الإنسان في حياته أتعلمون ما هو؟ أن يقع تحت نظر لطف إمامه هذا هو أعظم توفيق يناله الإنسان في حياته أنا أحدثكم أنتم أبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي في مودة قائم آل محمد الذين يحملون الهم العقائدية المهدوية في قلوبهم أنا أتحدث مع هؤلاء لا شأن لي بغيرهم لست معتوها كي أحدث الذين لا يتذوقون حديثي لست معتوها أنا أنا أخاطب الذين يتذوقون حلاوة هذا الفكر أعظم توفيق يناله الشيعي في حياته أن يقع تحت نظر لطف إمامه البوابة السبب الذي يعينه على ذلك قطعا قطعا الأمر كل الأمر بيد إمامنا نحن لا نقترح على إمامنا ولا نشترط على إمامنا نحن عبيد نمتثل أمره هذا هو المفترض فينا أن يكون وأن نكون هكذا لنبقى بحدود الإفتراط وبحدود التنظير الأمر كل الأمر راجع إليه صلوات الله عليه لكن من جهتنا أفضل ما نستطيع أن نتقرب به أن نكون على معرفة بعقيدتنا السليمة وأن يكون همنا في أن نحصل هذه المعرفة بقدر ما نستطيع بحدود إمكاناتنا زمانا مكانا معيشتان أحوالا اجتماعية ظروفا موضوعية هذه الدنيا كلها مشاغل ومشاكل كل شخص بحسبه وبحدود ما يستطيع السعي الدعوب ولو بجزء يسير من الوقت لمعرفة العقيدة السليمة تجعل إمامنا ينظر إلينا لقد ورد في رواياتهم وأحاديثهم وهم يبينون لنا الحكمة من استحباب القيام عند ذكر اسم القائم عندما يذكر اسم القائم ونحن نقصد به الحجة بن الحسن وإلا فكل الأئمة يلقبون بهذا اللقب ويصفون بهذا الوصف رسول الله هو قائم دين الله والقائم بأمر الله وهذا المقام لأمير المؤمنين أيضاً وللصديقة الكبرى فهي القيمة القائمة صلوات الله عليها ولإمامنا المجتبى وللشهيد العطشان فالطفوف ولسائر أئمتنا من إمامنا السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري محمد وآل محمد كلهم قائمون بدين الله وقائمون على دين الله وقائمون بأمر الله وقائمون على أمر الله لكن هذا الإطلاق على إمام زماننا له خصوصية كإطلاق الصادق على إمامنا جعفر وإلا فإن رسول الله هو الصادق المصدق الأصدق هو أصدق الصادقين هو تاج رأس الصادقين وهو الصدوق الأصدق ولا توجد كلمات أخرى حتى أقولها وهذا الوصف ينطبق عليهم جميعا من علي ففاطمة فالحسنين إلى السجاد إلى القائم لكن جعفر الجعافر إمامنا الطاهر المطهر الأطهر لقب بهذا اللقب هذه خصوصيات تأريخية زمانية وشؤون وشؤون ترتبط ببرنامج الإمامة الذي الذي ينفذه في زمان إمامته هذا ليس من بحثنا حينما يذكر هذا الإسم من أسماء إمام زماننا يستحب للشيعي الذي يتمكن من القيام أن يقوم الذي يقود سيارته مثلا لا يستطيع القيام وهكذا المريض الذي يكون جالسا على المنبر مثلا وهكذا الذي يكون متمكنا من القيام يستحب له القيام وأن يتوجه إلى القبلة وأن يضع يده على رأسه لماذا لماذا كل هذا لماذا يستحب أن نفعل ذلك عند ذكر إمام زماننا بهذا الإسم باسمه القائم صلوات الله عليه هو من أحب الأسماء إليه ومن أحب الأسماء إلى الملائكة ومن أحب الأسماء إلى الله لأنه يمثل برنامج الله هذا عنوان برنامج الله ومشروعه في هذا العالم من من الذي يقوم به هو هذا القائم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه لماذا يستحب أن نقوم عند ذكره الشريف هذا في الرواية من أن الإمام ينظر إلى ذاكره بهذا الأسم ومن شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم بين يديه إجلالا واحتراما وهذا الإسم يذكر ويشير إلى دولة حقه إنه القائم بالحق فما بالكم فما بالكم إذا كان سعينا للمعرفة الصحيحة لهذا الإسم إنها العقيدة السليمة وما بالكم إذا كان سعينا دؤوبا للتمهيد لمشروعه وما أبالكم ونحن نسعى لصناعة تيار عقائدي مهدوي مجتمعي يحمل هذه الأمانة يحمل العقيدة السليمة بدلا من عقائد الضلال التي نشرتها الحوزة الطوسية والمرجعية الطوسية وتتناقلها الأجيال لقد خانوا الأمانة ما أطرحه من اقتراح صناعة تيار مجتمعي فكري عقائدي يحمل الهم المهدوي محاولة محاولة لتصحيح بعض هذا الواقع محاولة لإنقاذ ما بقي من شيء لم تحرقه نار ضلالة سقيفة بني طوسي إنها محاولة لإنقاذ ما بقي من ركام من خراب سببته لنا حوزة الطوسيين لا لعنة عليها منذ أن تأسست وإلى هذه اللحظة فسعينا أن نحافظ على هذه الأمانة وأن ننشر هذه الأمانة ولكن قبل ذلك أن نتعلمها وإلا كيف نحملها سنكون كحال حمير الحوزة الطوسية يحملون الأسفار وهم لا يفقهون شيئا منها بل يشككون فيها وينكرونها هذا هو السبب الذي سيوفقنا أن نكون تحت نظر لطف إمام زماننا وهنيئا لمن فاز بهذا الفوز هذه نجاة من الضلال واقتراب من منبع الطهر الديني على أي حال إمامنا الصادق ماذا قال لنا قال همكم معالم دينكم إن أهل بيت صادقون أنتم شيعتنا هكذا تدعون همكم 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 معالم ودينكم أقرأ عليكم من رجال الكش وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي في الصفحة الرابعة إنه الحديث السابع عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه عن عاشر أئمتنا في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر أحمد ابن حاتم ابن ماهوي هو وأخوه كتبا إلى الإمام الهادي كتبا يسألان عن أي شيء يسألان عن من يأخذان معالم دينهما الإمام أجابهما كتبيا كتابة فهما سألا كتابة والإمام أجاب كتابة هكذا كتب إليهما فهمت ما ذكرتما فهمت سؤالكما فإنكما تسألان عمن تأخذان معالم دينكما فاصمدا 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 في دينكما المراد من الصمد والصمود أولا الاتجاه الصادق الصحيح الكامل توجه إلى هذه الجهة وثانيا الصبر والاستقامة والثبات هذا هو الصمد والصمود التوجه إلى الجهة المطلوبة أن يكون توجها صادقا كاملا بإخلاص وهذا يحتاج إلى ثبات واستقامة وصبر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلعون فاصمد في دينكما على متين في حبنا وفي نسخة على مسن في حبنا وهي كناية تشير تشير إلى نفس المعنى الذي تشير إليه كلمة متين فاصمد في دينكما على مسن على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى إذن هناك نقطتان لا أريد أن أعلق على تضعيف وإنكار مراجع الحوزة الطوسية من الأموات والأحياء لهذه الرواية ومن أنهم لا يشترطون في مرجع التقليد الذي هو مصدر الدين للشيعة كما هم يزعمون لا يشترطون فيه أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد وأن يكون له ثبات تام في معرفتهم وهذا الكلام حدثتكم عن وجئت بكتبهم من أموات المراجع ومن أحيائهم وهذا هو قول الجميع بالمناسبة هذا هو قول الجميع لا شأن لي بهرائهم وقذارتهم العقائدية الخلاصة التي نصل إليها هناك أمران الأمر الأول أن يكون همنا معالم ديننا والأمر الثاني أن نكون صامدين في توجهنا إلى متين في حبهم وكبير التقدم في أمرهم أن نعرف أن نعرف المصدر الذي نأخذ منه لا يصح أن نأخذ ديننا من كل حمار معمم أن نأخذ أن نأخذ عن المصدر الصحيح لمعالم دينكم هذان الأمران إذا اجتمع شكل سببا للتوفيق وأن ينال الإنسان لطف نظر إمامه صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل